تعالوا النهاردة بكلم حضراتكم عن قصة صحابية جليلة اسمها خولة بنت سعلبة ابن حكيم رضي الله عنها وارضاه هذه المرأة الصالحة إلا ربنا بقول لحضراتكم ربنا سبحانه وتعالى استمع إليها من فوق سبع سماوات هذه المرأة العظيمة جدا إلا مواجهة مشكلة اتصرفت بإيجابية ما اتصرفتش بسلبية زي ببعض الستات بتعمل دلوقتي لو عندها مشكلة مع جوزها تكلم بابا وتكلم ماما إلحقوني أمها تقول لها تعاليلي بسرعة جدا للبيت هطلقك وأجوزك ستسيده ويحصل مشاكل أو يروح يشتكوه في المحكمة وازدخلنا المحكمة خلاص ما فيه ثقة عند الزوج ولا عند الزوجة قدته المحكمة هيعيش معها ازاي بعد كده تبقى مشكلة كبيرة جدا هذه السيدة الصالحة تعرضت لمشكلة كبيرة جدا حالتها ازاي هذه السيدة يا جماعة متجوزة من صحابي جليل اسمه أوس ابن الصامت رضي الله عنه وارضان كان ابن عمها كان عصب شوية بيتنرفز في بعض الأحيين رجع والدنيا حر كده حصلت مشكلة صغيرة خلاف في الرأي بينه وبين مراته خولها فطبعا لما حصلت المشكلة الكبيرة دي بينهم الراجل الجملة غريبة جدا يتعصب وتنرفز وقال لها أنت علي كظاهر أمي يعني ايه الكلام ده ده يعني بيحرمها علي يعني تحرمي علي زي أمي وأختي راجل يتعصب وتنرفز وتدخل الشيطان وزي ما قلت لكم إذا تدخل الشيطان نزعت البركة من كل شي حلف وقال لها أنت عليك ظاهر أمي وبعد ساعة كده رجع بيكلم معها بقى عادي فقالت له لا لقد حلفت علي يمينا ولازم أروح لرسول الله عليه الصلاة والسلام ست عظيمة أوي خولها ست ما شاء الله عليها يعني قالت له حلفت علي يمين لازم أخذ الفتوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وده من المرأة الصالحة كده وترضى ربنا سبحانه وتعالى أولا لأنها لو أرضت ربنا سبحانه وتعالى ربنا أكيد هيكرمها ربنا أكيد هيرضى عنها ربنا أكيد هيفكلها مشاكلها ربنا أكيد هيصر لها كل أمر عسير لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبيده الملك والملكوت والقوة والجبرون قالت له لأ أنت حلفت علي يمينا قلت لي تحرمي علي زي أمي أختي ولا بد أن أذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وده معنى أنه عندها ضمير ستة عندها إيمان ستة عرفة ربنا ستة بتخاف ربنا تعي قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها في ناس تجاوزوا كل حدود ربنا سبحانه وتعالى دول لازم يراجعوا نفسهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويسطرهم بستره الجميل الذي ستر به نفسه فلا عين انترام تعالوا جماعة نشوف هذه السيدة الصالحة التي رأيت للرسول عليه الصلاة والسلام واشتكت له قالت له يا رسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي تحرمي علي زي أمي وأختي وكان غضبان طبعا اللي الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ما أراك إلا قد حرمت علي انت خلاص اتحرمت علي ده كلام مين سيدنا النبي صلى الله وسلم شوفوا بصراحة يعني عظمت وأدب وحسن خلق ست خاولة بن سعلاب بن حاكيم قالت لسيدنا النبي صلى الله وسلم قالت لرسول الله إنه أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلى قلبي يا سلام يا سلام على الكلام الجميل حتى وهي زعلنا من جزء بتنصيفه قد بالك قالت إيه إنه أبو ولدي الأول وبعدين ابن عمي وثالث حاجة أحب الناس إلى قلبي مش تلاحظ في الأوسط الفتصى